أيضاً يسأل الأخ صالح من العربان هل عندنا القدرة على تطبيق الشريعة مع أن كثير من الناس يعني يخالفون الشريعة في أفعال والتطبيقات تزوير وكذب وخيانة أمانة وغير ذلك من الأفعال التي ترتكب ونراها ليلة نهار وفساد يعني كبير نقول مما لا شك فيه أننا مسلمون وتطبيق الشريعة يحتاج إلى التدرج في التطبيق الإنسان يعني لابد أن يكون هناك أسباب تطبيق الشريعة القدرة على تطبيق الشريعة لنا القرآن ولنا الشرائع ولنا شريعة الإسلام القرآن والسنة فيها كل ما تتضلبه الأمة من أحكام شرعية فأما بالنسبة لهؤلاء المخالفين الذين ارتكبون الكبائر هؤلاء موجودون دائما حتى عند تطبيق الشريعة ستجدهم لكن عندما تطبق الشريعة أمثال هؤلاء سيجدون عقوبتهم المناسبة التي حددها الشارع لكن في أوقات مثل هذه تجد الفساد وتجد الكذب وتجد التزوير ولكن لا يجدون العقوبة لا يعاقبون على مثل هذه فيستفحل الأمر ويزيد وذا التسع رقعته فعلينا أن نحذر وأن نلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى وليس كل الناس يقع منهم هذه الأفعال الشنيعة يا أخي صالح يعني هناك الحمد لله أناس كثيرون لا يفعلون هذه الكبائر ولا يفعلون هذه الجرائم من قتل وسفك دماء وسرقة إلى غير ذلك ولذلك دائما ننبه أقول نحن الحمد لله من يوم الثورة من 2011 منذ أن وقع هناك عقب الثورات هذا معلوم أنه يقع من الناس مثل هذه الأمور يجدون الفرصة سانحة فيسرقون ويقتلون ولكن من لم يقع في مثل هذه المصائب فهو إن شاء الله قريب من الله وهو إن شاء الله من الصالحين لأن الحرام قريب منه والفساد قريب منه والجريمة سهلة عليه ومع ذلك لم يرتكبها إذن هو شأنه عند الله بإذن الله تعالى يكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لا نيأس تطبيق الشريعة أمر يريده جميع المسلمين لأن هذا أمر لا يختلف عليه اثنان من المسلمين أننا نريد تطبيق الشريعة وأن هذا ما نراه من فساد ومن قتل هذا ليمنع من وجود أناس تريد تطبيق الشريعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب لمثل ذلك التطبيق فالعلماء عندنا والذين يشرحون القرآن والسنة ويبينون أحكام الشريعة الحمد لله وهناك كثيرون يريدون الانتزام بذلك وإنما نحتاج إلى دولة وإلى حكومة قيم هذا الشرع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك والله أعلم